السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا الثاني في هذا اليوم درس الإثراء طبعاً إن شاء الله سنتكلم عن موضوعات أيضاً أخرى تكلمنا في درس السابق عن الأربع مواضيع الأولى في الكتاب اليوم نرجع أيضاً بعض الفقرات في المواضيع الأربع اللي يعني ما تناقشنا فيها بالإضافة لمعلومات عن درس الخامس والسادس والسابع من الوحدة الأولى فنتمنى لكم متابعة طيبة دعونا نتعرف على في البداية دروس اللي بنتكلم عنها بشكل رئيسي سنتكلم عن ثلاث دروس الأخيرة من الوحدة الأولى بإذن ما أيضاً سنأخذ أيضاً بعض الأفكار من الدروس الأولى عن ماذا سنتحدث اليوم؟ سنتحدث عن الدوال الزوجية والدوال الفردية هذه في الدرس الثاني كذلك سنتكلم عن سلوك طرفي التمثيل البياني وهذه في الدرس الثالث والدوال الأم والتحويلات الهندسية هذه في الدرس الخامس وتركيب دالتين في الدرس السادس والعلاقات والدوال العكسية في الدرس الأخير والسابع نبدأ على بركة الله طبعا نتكلم عن اختبارات التماثل متى نقول عن دالة أنها متماثلة حول محور X نقول عنها أنها متماثلة حول محور X إذا كان بإمكاننا تغيير إشارة الـ Y إذا كان بإمكاننا تغيير إشارة الـ Y وسنحصل على نقطة في نفس الدالة فهنا نقول أن الدالة متماثلة حول محور X ونقول عن الدالة أنها متماثلة حول محور Y إذا كان بإمكانها تغيير إشارة الـ X ونحصل على نقطة أخرى في هذه الدالة بتغيير قيمة الـ X ونقول عن الدالة أنها متماثلة حول نقطة الأصل إذا كان بإمكانها تغيير إشارة الـ X وإشارة الـ Y وسنحصل على نقطة أخرى في هذه الدالة شوفوا كيف الرسم البياني يكون في الدوال لتحقيق التماثل طبعاً نحن نركز على الدوال الزوجية والدوال الفردية الدوال الزوجية هي التي تكون متماثلة حول محور Y والدوال الفردية هي المتماثلة حول نقطة الأصل فنحن نركز على النوع الثاني والنوع الثالث هذا النوع وهذا النوع لماذا لم نركز على النوع الأول؟ لاحظنا أن النوع الأول لما نجي نسويه لاختبار الخط الرأسي يفشل في اختبار الخط الرأسي فبالتالي العلاقة هنا لا تمثل دالة ولذلك يكون اهتمامنا أقل في الانعكاس حول محور X وأنما سنركز على التماثل حول محور Y والتماثل حول نقطة الأصل فالتماثل حول محور Y يعطيني دالة زوجية والتماثل حول نقطة الأصل يعطيني دالة فردية والتماثل حول محور X يعطيني علاقة لا تمثل دالة علاقة لا تمثل دالة لأنها تفشل في اختبار الخط الرأسي بشكل عام طيب الدالة الزوجية هي الدالة اللي ممكن أنا أعوض بعدد سالب أو عدد موجب يعطيني نفس الناتج إذن ممكن نقول أن الدالة الزوجية هي التي تبتلع السالب والدالة الفردية هي التي تطرد السالب إلى الخارج يعني لو عوضت بعدد سالب فالسالب يخرج إلى الخارج فإحنا ممكن نقول أن الدالة الزوجية لو عوضت بسالب بدال الموجب تظل الدالة كما هي دون أي تغيير والدالة الفردية لما نعوض بعدد سالب فسوف تتغير كل الإشارات في هذه الدالة فمثلا لو جيتك هنا قلت لك حدد أنواع التماثل الموجودة في كل شكل بياني وأيضا حدد الدوال الزوجية والدوال الفردية فبتالي لاحظ الشكل الأول هنا التماثل حول أي محور هنا عندي تماثل حول محور Y أما في الشكل الثاني فأنا عندي هنا لاحظ تماثل حول محور Y وعندي تماثل حول محور X لأن لاحظ الجزء يعني ليش نقول تماثل حول محور Y شوفوا الجزء الأيمن نفس الجزء العيسر وليش نقول تماثل حول محور X لأن الجزء اللي في الأعلى نفس الجزء اللي في الأسفل فبالتالي نلاحظ أن فيها التماثلين كذلك ممكن نقول أنه عندنا أيضا تماثل حول نقطة الأصل تماثل حول نقطة الأصل فأي شيء موجود في الربع الأول مثلا سنجد أنه فيه ما يقابله في الربع الثالث وأي شيء موجود في الربع الثاني سنجد ما يقابله في الربع ليش في الربع الرابع بهذا المكان فبالتالي نلاحظ أن الدائرة حققت جميع أنواع التماثل ولكنها لا تمثل دالة طبعا لأنها تفشل في اختبار الخط الرأسي شوفوا لو سويت خط رأسي طبعا تفشل في هذا الاختبار فالدائرة هي علاقة فيها تماثل حول محور Y وحول محور X ولكنها لا تمثل دالة الآن أيها الأخوة الكرام لو جاء قالك هل الدالة زوجية أم الدالة فردية أنت مجرد ملاحظتك للأسس الموجودة إذا كانت الأسس فردية يعني هنا الأسس ما هو مكتوب لكن نحن نعرف أن الأسس إذا كان ما هو مكتوب فهو واحد فإذا كان جميع الأسس فردية فنقول أن الدالة دالة إيش دالة فردية وإذا كانت كل الأسس زوجية طبعا العدد الثابت هذا يعتبر دالة زوجية هذا يعتبر دالة زوجية مهما كان عدد الثابت حتى لو كان عدد فردي لكن كدالة يعتبر دالة زوجية وهذه أسزوجي فبالتالي هذه الدالة تعتبر دالة زوجية أما نلاحظ أن هنا عندي أنا خليط من الأسس الفردية وعندي أسزوجي فبالتالي نقول هنا أن الدالة هذه ليست زوجية وليست فردية نقول أنها ليست زوجية وليست فردية يعني هذا كان قسمنا الأول المتعلق بالدوال الزوجية والدوال الفردية الآن سنتكلم عن سلوك طرفي التمثيل البياني والمقصود فيه الدالة من جهة الأطراف وين رايحة أو عندما الـ X تذهب إلى موجة بما لا نهاية أو عندما الـ X تذهب إلى سالب ما لا نهاية يعني من جهة اليمين بشكل كبير ومن جهة اليسارة بشكل كبير الدالة وين رايحة هل هي تتزايد إلى الأعلى فبالتالي تذهب إلى ما لا نهاية أو تذهب إلى الأسفل فتصبح سالب ما لا نهاية أو تذهب إلى رقم محدد راح نشوف إن شاء الله هذا في دراستنا للأمثلة القادمة شوفنا يعني إحنا في الدرس الثالث لكن خلونا نركز الآن مع بعض أبغى الحين نهاية لما الـ X تذهب إلى موجب ما لا نهاية لاحظ من جهة اليمين الدالة نازلة إلى الأسفل فبالتالي بقول الناتج سالب ما لا نهاية والآن الـ X تذهب سالب ما هي يعني من جهة اليسار لما يقولك X تذهب إلى موجب ما لا نهاية هذا من جهة اليمين هذا من جهة اليمين أو الطرف الأيمن للدالة وسالب فهذا من جهة أيش من جهة اليسار شوف الدالة في الجهة اليسرى عندما الـ X تذهب إلى سالب ما لا نهاية كذلك تذهب إلى سالب ما لا نهاية شوف أيضا مع الدالة الثانية لاحظ أنها من جهة اليمين وين رايحة رايحة إلى الأسفل فبالتالي تذهب إلى سالب ما لا نهاية أما من الجهة اليسرى عند السالب ما لا نهاية فهي تذهب إلى موجب ما لا نهاية أو تذهب إلى الأعلى نأخذ أمثلة أخرى لاحظ معي هنا أيضاً الدالة من جهة اليمين ومن جهة اليسار رايحة تقترب من محور X و محور X طبعاً يساوي كم يساوي صفر فهي من جهة اليمين و من جهة اليسار سيكون سلوكها يتجه نحو الصفر أما الدالة الأخرى فنلاحظ أنها من جهة اليمين و من جهة اليسار ستقترب من خط التقارب الموجود هنا خط التقارب الأفقي الذي رايحة له وهو يساوي كم يساوي ثلاثة لاحظ أنه يساوي ثلاثة بهذه الصورة إذن هذه كانت فكرتنا عن سلوك طرفي التمثيل البياني الآن سندخل على التعريف بالدوال الأم والتحويلات الهندسية نبدأ نتكلم عن الدوال الأم نذكرها بشكل سريع طبعاً عندنا الدالة الثابتة وهي عبارة عن خط أفقي فهي دالة زوجية نلاحظها أنها متماثلة حول محور Y وهي عبارة عن خط أفقي مجالها R ومداها C لا فيها تزايد ولا فيها تناقص ولا فيها قيم قصوى من اسمها ثابتة عندنا أيضاً الدالة المحايدة والدالة التكعبية لها نفس الخصائص مجالها R ومداهم R وهي دالة فردية كلهم دوال فردية متماثلة حول نقطة الأصل كلهم متزايدات لو خطهم من اليسار اليمين ستجد أن الدالتين متزايدات فتنطبق عليهم نفس الخصائص تقريباً فبالتالي نلاحظ أن الدالة المحايدة والدالة التكعبية دائماً يكون لهم نفس الخصائص تقريباً عندنا كذلك دالتين متشابهتين في الخصائص عندنا الدالة التربيئية ودالة القيمة المطلقة طبعاً دالة التربيئية نلاحظ أنها على شكل حرف Y والقيمة مطلقة على شكل حرف V فبالتالي نلاحظ أن كلهم مجالهم R لكن مداهم يبدأ من الصفر إلى المالة نهاية يبدأ من الصفر مغلق إلى الموجب مالة نهاية نلاحظ أن دائماً يكون عندهم فترات تناقص في البداية من السالب بالنهاية إلى الصفر ثم بعد ذلك يصبح تزايد وبالتالي راح تنشأ لي قيمة صغرى مطلقة موجودة عند الصفر في هذه الدوال فهذا ما يتعلق بهاتين الدالتين عندنا كذلك الدالة الجذر التربيعي وهي تكون معرفة في الجهة الموجبة فقط من محور X لأن الجذر التربيعي لا يقبل القسم السالب ولا يقبل الأعداد السالبة أما الدالة الأخرى فيها دالة المقلوب وهي تكون معرفة على جميع الأعداد مع عدى الصفر فدالة الجذر التربيعي سيكون مجالها ومداها من صفر مغلق إلى مالة نهاية مجالها ومداها من الصفر إلى مالة نهاية بينما دالة المقلوب سيكون مجالها ومداها كل الأعداد الحقيقية مع عدى الصفر بالنسبة للدالتين فالدالة الجذر التربيعي هي دالة متزايدة شوفوا التزايد معاي موجود وظاهر أمامي بينما دالة المقلوب فهي متناقصة على مجالها هي دالة متناقصة على مجالها لاحظ أنها تتناقص في نقاط التعريف لح أيضا عندنا من الدوال اللي هي الدالة أكبر عدد صحيح اللي هي الدالة الدرجية وهذه دائما مثل ما ذكرنا لكم أن مجالها هو R جميع الأعداد الحقيقية ولكن مداها يكون هو الأعداد الصحيحة زد بهذا الشكل لأنها تجهى دائما ما تكون عبارة عن أعداد صحيحة طبعا الدالة تعتبر ثابتة على فترات متقطعة ودالة فيها عدم اتصال قفزي عدة قفزات شوفوا من هنا إلى هنا قفزة من هنا إلى هنا قفزة فالقفزات مستمرة وموجودة في هذه الدالة لما نجي نتكلم عن التحويلات الهندسية عندي أنا تحويلات ثلاث تحويلات عندي انسحاب وعندي انعكاس وعندي تمدد متى يكون الانسحاب؟ يكون الانسحاب بالجمع أو الطرح يكون الانسحاب بالجمع أو الطرح مع الدالة الأم طبعا كل الشغل مع الدالة الأم الانعكاس يكون بالضرب في سالب واحد وضرب في سالب واحد دائما يسبب لي انعكاس والتمدد يكون بالضرب بعدد موجب A لما نضرب الدل الأم بعدد موجب A طيب لو ضربت بعدد سالب لما نضرب بعدد سالب للـ A السالب هذا يعطيك انعكاس الحالة والـ A هذا يعطيك تمدد فتتعامل مع السالب لوحده والـ A لوحدها طبعا إذا كان الجمع والطرح داخل الدل الأم عندي هنا تفصيلنا إذا كان داخل الأم داخل الدل الأم فبالتالي ستكون للإزاحة أفقية إذا كان العدد موجب بيكون لحو اليسار وإذا كان سالب بيكون نحو اليمين داخل القوس إذا كان موجب رقم فبالتالي يكون لليسار وإذا كان لليمين بيكون بالسالب وإذا كان خارج الأم الإضافة فبالتالي بيكون إما للأعلى وإما إلى الأسفل إلى الأعلى بيكون موجب وإلى الأسفل وإذا كان سالب بيكون نحو الأسفل أما الضرب بسالب واحد فهو أيضا لديه نوعين عندي ضرب داخل الأم وعندي ضرب خارج الأم أيضا خارج الدالة الأم فالضرب اللي يكون داخل الدالة الأم يعطيني انعكاس أفقي كيف انعكاس أفقي؟ يعني حوله محور Y أيضا وهنا يعطيني انعكاس رأسي يعني كيف؟ يعني حوله محور X دائما الانعكاس اللي يكون خارج الأم يعطيني انعكاس حوله محور X أما التمدد فأيضا لدي أنا نوعين أو طريقتين للضرب فعندي ضرب داخل الدالة الأم وخارج الدالة الأم طبعا إذا كان خارج الدالة الأم نبدأ بالخارج يعني كذا إذا كان العدد A أكبر من واحد فيكون توسع وإذا كان A أكبر من الصفر وأقل من واحد فيكون تضييق ويكون رأسي دائما الشيء اللي يكون خارج الأم يعطيني يعني رأسي أما لداخل الأم فبالتالي حيكون أفقي ولكن حيكون الأكس حيكون عفواً حيكون تضييق حيكون أو عفواً توسع نعم من صفر إلى واحد حيكون توسع وإذا كانت A أكبر واحد حتكون تضييق يعني الأكس وطبعا حيكون أفقي بهذه الصورة إذن هذا بالنسبة لتحويلات الهندسية لو جاب لي عدة دوالة الحين وقال لك أبوك تصف العلاقة يعني وش التحويلات اللي تمت على كل دالة من هذه الدوال فأنا بكتب الدالة الأم ثم بكتب التحويلات الهندسية عليها الأم في الدالة الأولى هي الدالة القيمة المطلقة اللي هي دالة X لاحظ أنها انضربت في ثلاثة وانطرح منها أربعة إذن هذه التحويلات اللي تمت عليها طبعا أبدأ بالأي عملية نبدأ بالأملية اللي لما تعوضنت مثلا برقم لو عوضت بخمسة أول شيء تضرب بثلاثة ولا تطرح أول شيء نقوم بالضرب فبالتالي ترتيب الأمليات أحيانا يكون مهم جدا فبالتالي يفضل أني أرتب أبأقول هنا عندي توسع شوفوا خارج الدالة الأم هيكون توسع رأسي بمقدار ثلاثة وعندي انسحاب أو إزاحة نحو الأسفل لأن خارج الدالة الأم أيضا بمقدار أربعة هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني عندي دالة مقلوب دالة مقلوب وش اللي تم عليها انضربت في العدد أربعة وانجمع مع المقلوب واحد فالواحد هذا يعتبر داخل الدالة الأم والأربعة هذه تعتبر خارج الدالة الأم لأنها خارج المقلوب خارج المقلوب فبالتالي راح نقول أن الأم هي واحد على إكس اللي هي دالة المقلوب طبعا لما نتعوض أنت مثلا بخمسة أو أي رقم فبالتالي أول شيء بتجمع الواحد فبالتالي بقول هذه إزاحة أو انسحاب نحو اليسار لأنه بالموجب نقول نحن إذا كان بالموجب يعني فيه تعاكس في الإزاحة الأفقية إذا كان موجب إزاحة نحو اليسار بمقدار واحد يعني نكتب واحد كذا وعندنا توسع رأسي لأنه خارج الدالة الأم بمقدار أربعة يعني بهذه الصورة نجي الحين أيضا للدالة الثالثة أو السؤال الثالث نحسبه فبالتالي بقول هنا أن الأم هي الدالة الجذرية أو دالة الجذر التربيعي وش اللي تم عليها؟ لاحظ اللي تم على الدالة الجذرية عندي ضربة في سالم وعندي داخل الدالة الأم سالب واحد وعندي خارج الدالة الأم الموجب أثنين فبالتالي عندي ثلاث تحويلات أول واحد أبدأ فيه اللي هو إيش؟ أول واحد أبدأ فيه اللي هو السالب واحد والسالب واحد هذا شو بيعطيني؟ بيعطيني بيعطيني انسحاب نحو اليمين بمقدار واحد الاثنين بيعطيني انسحاب نحو الأعلى لأنه خارج الدالة الأم بمقدار الاثنين والسالب بيعطيني لأنه خارج الدالة الأم يكون انعكاس حول محور اكس انعكاس رأسي يكون حول محور اكس بهذه الصورة إن شاء الله تكون واضحة للجميع ننتقل لي الفقرة الخامسة اللي هي فكرة تركيب دالتين اللي هو يكون عندي دالتين وأبغى أركب دالة بعد دالة فبالتالي زي ما قلنا إذا كان عندنا عدد نعوظة في الدالة الأولى ثم من ناتج نأخذه من عوظة في الدالة الثانية بهذه الصورة فإذا ما نجيني ف او جي لأكس فان أول شي عوظة لأكس في الجيل قريبة منها والناتج رح عوظة في الأف فأنا أخذهم من الأقرب للأكس دالة بعد دالة بهذه الصورة وبعدين أخذ الناتج وعوظة في الدالة التي تليها بهذا الشكل فلو جاني هنا سؤال قال لك إذا كانت إفوف اكس تساوي اكس تربيع زاعد واحد وجي إفوف اكس تساوي اكس ناقصاً أربعة فأكتب كل مما يلي ف او جي لأكس طبعاً أنت هنا بتجي تقول الدالة الأساسية عندك هي الأف وتبغى داخلها الجي لأكس أنت اكتب دالة الأف بس لا تكتب اكسات وإنما أضع فراغ تربيع زايداً واحد ورح نحط في الفراغ هذا اللي هو الجي أكس الجي أكس اللي هي عبارة عن إيش عبارة عن إكس ناقصاً أربعة بهذه الصورة إذن أنا رح أضع إكس تربيع زايداً واحد وسما أكتب إكس خلاص أحط مكان الإكس فراغ أضع مكان الإكس فراغ تربيع زايداً واحد وماذا أضع في الفراغ؟ أضع في الفراغ اللي هو الجي أكس الآن سوف أقوم بفكة اللي هو هذا القوس لو راجعت الدرس يعني مسجلة جميع الدروس بحمد الله في قناة أين على اليوتيوب ستجدون يعني طريقة فك هذا القوس طبعاً قلنا الحد الأول تربيع ناقص اثنين في الحد الأول في الحد الثاني سالثمانية أكس زايداً الحد الثاني تربيع اللي هو سبتعشر زايداً واحد ونجمع الحدود المتشابهة حتكون زايداً سبعة عشر لما نجي للفقرة بي جي أو إف لإكس نفس الطريقة بجي أقول أبأخذ جي لإف إكس فأنا الأصل أني أكتب الجي بس مرة أكتب إكسات عندي إكس هذه أبضع مكانها فراغ ناقصاً أربعة وش أحط في الفراغ؟ نحط اللي هو الإف إكس اللي هي إكس تربيع زايداً واحد بهذا الشكل فالترتيب يهمنا هنا أيها الأخوة الكرام اللي لاحظنا إكس تربيع زايد واحد ناقص أربعة بسر سالب ثلاثة إذن نلاحظ هنا أن ف أو جي لإكس لا تساوي جي أو إف لإكس فهذه العملية تعتبر عملية غير إبدالية عملية غير إبدالية فلازم تنتبه أنت ما هي الدالة الأساسية وما هي الدالة اللي أنت تعوض فيها حتى ما تتلخبط في الإجابة ننتقل أخيراً إلى العلاقات والدوال العكسية طبعاً بالنسبة للعلاقات الدوال العكسية لو أعطيتك أنا علاقة Y تساوي إكس تربيع ناقصاً أربعة سنبدل X مع Y فتنقل بهذه العلاقة لاحظ أن على مستوى الرسم البياني سيعطيني دالة متماثلة ولكن حول المستقيم Y ساوي إكس إذن أين محور التماثل في هذا التماثل؟ محور التماثل يكون هو هذا المستقيم الماء بزاوية 45 درجة لمعادلة Y تساوي إكس دائماً يكون التماثل فالدالة الأصلية هي الدالة الزرقاء مثل ما هي ظاهرة أمامنا أما الدالة المعكوسة فهي أو العلاقة المعكوسة هي هذه العلاقة لاحظ أن هناك تماثل يعني شوفوا معي تماثل هذا في الرسم يعني هذا القسم يماثل هذا القسم وعندنا هذا القسم يعني هذا القسم يماثل هذا القسم بهذا الشكل وعندنا أيضاً بكل الأقسام سنجد أنها تتماثل بنفس الطريقة المذكورة فلاحظوا أن الشكلين سيكونوا متماثلين حول المستقيم Y يساوي X هذا المستقيم الذي هو بحور التماثل كيف نوجد العلاقة الأكسية أو الدالة الأكسية؟ طبعاً سوف نقوم بتبديل Y مكان X نضع Y مكان FX ونبدل Y مكان X ثم بعدين نحل المعادلة بالنسبة للمتغير Y طبعاً إذا كانت الـ F inverse موجودة فبالتالي نضع علامة الدالة الأكسية وإذا كانت مهم موجودة فبالتالي نقول أنه لا يوجد دالة الأكسية ولكن تعتبر علاقة أكسية طبعاً دائماً مجال F هو مدى F inverse ومدى F يساوي مجال F inverse يلا قالك أوجد الدالة الأكسية لهذا المثالين نبدأ بالسؤال الأول طبعاً أنا أبدل الأكس مع الـ Y فبالتالي بتصير هذه X تساوي ثلاثة Y ناقصاً ثمانية الحين أريد أن أجد الـ Y في طرف الحال ما أفعله؟ أبنقل الثمانية للطرف الثاني تساوي X زائد ثمانية تساوي ثلاثة Y بعدين أقسم الطرفين على ثلاثة نقسم الطرفين أول شيء نقلنا هذه ثم بعدين نقسم الطرفين على كم؟ على ثلاثة طبعاً الثلاثة تروح مع الثلاثة يبقى لي إيش؟ يبقى لي Y تساوي X زائد ثمانية تقسيم ثلاثة خلاص طالماً يصارت الحالة فهي الدالة الأكسية لهذه الدالة أيضاً هذه هي الدالة الأكسية نشوف أيضاً نفس الفقرة بالنسبة لي السؤال الثاني الآن أنا عندي Y أبدل Y مع X فتصير X تساوي جذر Y تربيع زائد أربعة الآن سأقوم بيعني جعل الـ Y في طرف الحال فأول خطوة أسويها بربع الطرفين عشان نتخلص من الجذر وبالتالي سأجي أقول هنا أنه سيبقى لي Y تربيع زائد أربعة تساوي X تربيع بهذه الصورة وبعد ذلك سأقوم بنقل الأربعة للطرف الثاني فأنا سأنقل الأربعة الآن للجهة الثانية وتصير هنا عندك X تربيع ناقصاً أربعة تساوي Y تربيع الآن نأخذ الجذر التربيع أخيراً للطرفين بهذا الشكل ولكن حيكون عندك هنا طبعاً Y تساوي المفترض يكون موجب وناقصاً الجذر ولكن لاحظ أن الجذر هنا معرف فقط في الجهة الموجب في التالي نأخذ فقط الجذر الموجب لأنه يكون مجال الدالة هو مدى الدالة الأخرى فالمدى هنا مدى الواي سيكون من الصفر إلى المالة نهاية بهذه الصورة وبالتالي سيكون هو مجال الدالة الثانية فبالتالي نأخذ فقط الجهة الموجبة ولا نأخذ الجذر السالب وأنه نأخذ فقط الجذر الموجب ويكون هو الدالة الأكسية لهذه الدالة بذلك أيها الأخوة الكرام يعلكم بحمد الله تعالى أنهينا هذه الستة موضوعات وأنهينا موضوعات الفصل الأول نتمنى أن يكونوا فقط في طرحة طبعاً الكلام هذا كما ذكرنا لكم في اللقاء السابق أنه لا يغني عن دراسة الكتاب كامل وإنما هو مرور سريع على أبرز الأفكار التي تعلمناها ولكن بقية الأفكار بالتأكيد لها نفس القدر من الأهمية أتمنى أنكم تراجعون بشكل جيد ومنهج هذا منهج جوهري يعني إن شاء الله يكون مفيد ومثري لكم وعلى أمل لقاء بكم أيضاً في إطراعات قادمة لدراسة الفصل الثاني اللي تعلمناه هو العلاقات الدولة الوسية واللغة الاتمية نلقاكم على خير في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته